اشتركوا في القناة تقين بالبرنامج المعاد لضمان انهاء المشروع في الوقت المحدد استكمالا للانجاز ومواصلة لمسيرة التطور والتجديد تواصل وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين عملها الدؤوب في انجاز المرحلة الثانية من مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين وقد جاءت زيارة سعادة الوزير للتأكيد على سير العمل وفق الخطط والبرامج الموضوعة حيث بلغت نسبة الانجاز اكثر من 80% واكد سعادة الوزير خلال زيارته انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من العمل في الربع الثاني من عام 2022 اليوم حضرنا زيارة دورية لمتابعة اعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير المطار البحرين مع الاخوان والاخوات مهندسين في شركة مطار البحرين وايضا مقاول المشروع الرئيسي والمهندس السشاري الحمد لله الاعمال تمشي على اكمل وجه حسب المخاطط لها وانتمانا ان شاء الله خلال اربعة شهور ننهي فيس تو كام للمرحلة الثانية ويكون المطار جاهز على اكمل وجه بعد انتهاء المرحلة الاولى تقريبا قبل سنة من تاريخ اليوم المرحلة الثانية راح تتوفر ايضا ثلاث بوابات مغادرة وقدوم اضافية للمطار فبتكون الطاقة الاستعابية كامل المطار باربعة عشر مليون مسافر نركز حاليا بالاضافة الى انهاء المرحلة الثانية على الخدمة ومستوى الخدمة في مطار البحرين خلال فرحة التشغيل اعمال المرحلة الثانية من المشروع تتضمن بناء ثلاث بوابات مغادرة متصلة بسبعة جسور هوائية احدهما يتسع لطائرة ثلاثمائة وثمانين اضافة لبوابات مغادرة بالحافلات علاوة على المرحلة الثالثة والاخيرة من نظام تزويد وقود الطائرات مما يمكن مطار البحرين من مواصلة مسيرة تطوره ونموه على المدى البعيد طبعا خلال هذه الفترة تمكننا الحمد لله من انجاز مشاريع اخرى في مطار البحرين الدولي منها على سبيل المثال خزانات الوقود اللي تم تشغيلهم تجاريا في الاسبوع الاول من شهر يناير كذلك استطعنا خلال نفس الفترة من تشغيل مبنى الطيران الخاص فان شاء الله الآن احنا على بعد اشهر من انجاز المرحلة الثانية والاخيرة من برنامج تحديث المطار اللي راح تكتمل معاها مبنى المطار الجديد ويكون عندنا بنهاية ذي المرحلة اثنى عشر بوابة مقادرة ووصول ونوصل بهالمرحلة ذي للطاقة الاستيعابية القصوى لمبنى المطار الجديد عام الفين واثنين وعشرين سيشهد استكمال برنامج تحديث مطار البحرين الدولي الذي يعد من اضخم الاستثمارات في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة وهو احد اضخم المشاريع الوطنية التنموية واهمها في قطاع الطيران منذ اكثر من عشرين عاما مشروع وطني يسهم بشكل فاعل في رفض مسيرة التنمية والبناء ودعم مختلف القطاعات الحيوية محليا واقليميا المرحلة الثانية من الاعمال الانشائية لمشروع توسعة مطار البحرين يتم العمل بها على قدم وساق ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذا المشروع في مرحلته الاخيرة خلال العام الجاري حيث يصل من خلالها مطار البحرين الى قدرته التشغيلية القصوى يحيى العمر لمركز الاخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين